ردنا في الحتة دي وبشكل واضح وبسهولة لأن أسهل حاجة في الدنيا أنك ترد على كلام مرسل هو الكلام اللي بيحاول البعض يطوعه في خدمة أفكار موجودة داخل عقله فقط ولكن نشوف كلام تاني كان برضو فيه مغلطات لازم نقف عندها نروح ونشوف الفيديو من أسبوع حصلت مشكلة شهيرة بين أحد اللاعبين وأحد المدربين في أحد الأندية محدش بدأ يفتح بقه ويتكلم عن المشكلة غير لما النادي نفسه طلع أعلن عن عقوبة لللاعب بعد ما أعلنت العقوبة الناس مش بس قالت ما كناش نعرف ودي حاجة وردة متعلقة بالكواليتي بتاعك يا صحفي أنك تعرف أو ما تعرفش لا الناس قالوا احنا كنا عارفين وخدنا قرار بإرادة شخصية أننا ما نقولش وكأنهم بيقولوا احنا إعلاميين بس احنا بممارسة إعلام أو احنا متعمدين نعمل حاجة عكس الإعلام أو عكس الصحافة الصحفيين اللي كانوا عارفين ودورهم أنهم يقولوا لأنه دورهم قرروا أنهم يتخلوا طوعية عن دورهم بل ويفتخروا بأنهم تخلوا عن دورهم وما قالوش هو ده الجيم تطويع الكلام لخدمة حاجة في عقلي أنا فقط هي مش موجودة في الحقيقة وملهاش أي أساس من الصحة ولكن موجودة في عقلي أنا فقط الافتراض الصحيح أن الإعلام أو الصحافة مقدروش يوصلوا للخبر زي أزمات تانية قبل كده فالنادي الأهلي هو اللي بادر وأعلن نتيجة أنه هو اللي بيتعامل بشفافية يمكن مش موجودة في أي نادي آخر فنتيجة أن الصحفيين ما يدروش يوصلوا للخبر الأول تعامل معاها هو بتأويل أن ده كان تكتم لخدمة مصلحة النادي الأهلي اللي بعد كده هو اللي حيعرفنا إذا كان الموضوع تكتم ولا لا أحد خلينا نعضح حاجة برضو ونقطة مهمة جدا هو وارد بيقول أن الإعلام كان عارف بأزمة كهرباء مع مسماني وطلع قال أنه هو كان عارف بس ما أعلنتش هما مين دول يعني مين دول اللي طلع قالوا أنه إحنا كنا عارفين أزمة كهرباء مع مسماني ورفضنا أنه إحنا نقول ده رقم واحد رقم اتنين هو الإعلامي اللي يقول كده مش وارد يكون بيحب يظهر أنه هو عارف الأهلي مخاب بكهرباء فين فبالتالي يطلع يقول أصلا كان عندي معلومة ورفضت أقول ده لا يعني بالضرورة أنه كان عنده المعلومة ده رقم اتنين رقم تلاتة وده الأهم هل المواقف مع النادي الآلي بتتم بالشكل ده يعني أنا لو عايز أجيب إعلام بيتكتب مع الأخبار نادي الزمالك أنا هجيب لك إعلامين كتير وهتشوفهم عايز أجيب لك إعلاميين بيعرضوا مشاكل النادي الآلي هنجيب إعلامين كتير ونشوفهم لكن الحقيقة هاربة نفسه كانت أزمة أخرى حصلت في غرف الملابس مع الكابتن محمد الشناوي قبل ما النادي الآلي يعلد كانت موجودة على اليوم السابع محمد عراء الشناوي كاربا يرفضان تدخل عبد الحفيز بعد مشاهدة الآلي ويهددان بشكل خطيب بغض النظر عن فكرة اقحام اسم الكابتن سيد عبد الحفيز لأسباب شخصية لكن الأزمة كانت بين الشناوي وكاربا أو كابتن الشناوي وكابتن كاربا هدف في التأسيمة سر خلافات دي بقى اجتهدات خلافات كاربا والشناوي في الآلي دي حاجات اعلانها اليوم السابع توقف الاعلام عند هذا الحد لا لم يتوقف الاعلام عند هذا الحد بل اصبح المحرر في اليوم السابع حديث الاعلاميين وكمان ضيف على التليفون نشوف كمان لما جابه الكابتن ابراهيم فاي في ليلة العقوبة اللي اعلانها النادي الآلي كان الموقف ايه وقال ايه الاسمي النادي الاهلي النهاردة تم الكشف عنه انه في مليون جنيه عقوبة بيتم توقعها على كهربا نرجع تاني للجزئية بتاعة كهربا فبتحصل المشادة بيحصل زعي تدخلات من الكابتن سيد عبدالحفيز تفاصيل كتير في الموضوع ده حيقولها لنا الصحفي المميز محمد عرائي وهو اول صحفي نشر هذا الموضوع في اليوم السابع يا استاذ محمد اهلا وسهلا بك ومسائل فل مسائل فل يا كابتن ابراهيم اهلا بك واهلا بكل مشاهدين تفاصيل ليها علاقة بانه كلاهما كان فيما بينهما بين بعض زعل بسبب انه كهربا كان نزل لقطة على السوشيال ميديا وهو بيسجل هدف في الشناوي وده كان زعل الشناوي وطلب من الناس في السوشيال ميديا ما تنزلش الخبر ده او ما تنزلش التفاصيل دي هو بصفة كابتن للفريق طلب من الناس بعد كده ما تعملش ده وده خلق نوع كده من انواع الجفاء ما بين كهربا وما بين الشناوية ومن بعده بقى حصلت التفاصيل اللي دي كانت قديمة شوية أنا مش هكتفي إن أنا بس أعقب على اليوم السابع أو الصحفي أو المحر اللي نشر الخبر لا ده أنا هجيبه وحكي لنا بقى إيه اللي تم في غرفة الملابس بين الشناوية كعربة واللي الكلام ده وصل إزاي كل ده حصل النادي الأهل أعلن العقوبة ما عندناش مشكلة بالمناسبة من أي حد يمارس عمله كأعلام وانا قلت إن احنا متفقين في نقطة دي احنا مختلفين بس إن انت شايف بنحياس تأكيدي شايف بعين واحدة إن النادي الأهلي مشاكله بيتم التكتم عليها برغم إن الوضع الحقيقي إن مشاكل النادي الأهلي مع أي لعب موجودة في الإعلام بشكل كبير جدا واللي مشاكلهم ما بتظهرش الإعلام إنت أكيد عارفهم كواس أوي 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 لا إنت أسود من جوة ومتحامل على عفيفة هفترض إن انت متحامل عليه فهنقول يا أسامة إن ده كان في وقت سابق وكان في أزمة مختلفة عن الوضع ده فالإعلام المراضي اللي كنت انت شايف إن هو بيتكتم على أزمة كهرباء مفترض لما النادي الأهلي أعلن عن القرار أكيد بقى ما تناولش الموضوع وحب ياخد الموضوع في إطار الخبر وخلاص خلصنا لأنه عنده أجندة بتخدم أهداف النادي الأهلي طب تعال معايا وشوف الفيديو ده عشان تعرف إن لنا ولا أسامة ولا حد متحامل على عفيفي ولكن هو اللي يتحدث بشيء ليس له أي علاقة بالواقع تعالوا نشوف كيف تعامل الإعلام المصري حتى مش الرياضي مع أزمة كهرباء نطلع ونشوف الفيديو طب شفت إزاي كهرباء وحالته الأخيرة مع النادي الأهلي نرجع ليه كهرباء حصل هو غضب إنه كان احتياطي في ماتش طلع الجيش تعامل مع بيتسو موسيماني بشكل غير لائقة بعد المباراة وبالتالي موسيماني قال استوب والقرار إيقافه شهر وغرامة 200 ألف جنيه رزق بتاع ربنا كابت الله هو رزق ربنا سبحانه وتعالى ربنا يخللنا كهرباء رب صح صح لا أنا عايزة أخد رأي حرارتك يعني من الآخر كده يعني هل كهرباء هيمشي من النادي الأهلي أزمة اللاعب محمود عمنا من كهرباء أستاذ جمال يعني كيف رأيت هذه الأزمة وإذا كان عندك معلومات عنها ممكن تقولها لنا طيب يعني في هذا الإطار ليه أستاذ شريف في النادي الأهلي أعلن هذه العقوبة النهاردة وعنده مباراة مهمة قوي يوم السبت أمام بيتك نروح لملف كهرباء شايفوا إزاي دكتور ياسر أيوب النقد الرياضي مساء الخير يا دكتور أهلا بك يعني خليني بداية أسألك توقعاتك إيه لمصير كهرباء هل سيبقى مع النادي الأهلي أم أنه على أعتاب الرحيل الشارع الأهلاوي والكهرباء كل كابتن بيتكلم عن موضوع كهرباء وعايز أخذ محرك كل الأبعث فأنا عايزة أفرأي حضرتك كده بشكل عام تقولي موضوع كهرباء والأزمة اللي اتفرضت علينا بقى لهومين وأنا عايز أقول لكم اللي محدش هقوله لكم بالنسبة لموضوع كهرباء فيما يخص عقوبته عقوبة كهرباء أساسها أساسها من مباراة المريخ فجأة أو اكتشفناها فجأة سنكون واضح أنه كهرباء أخطأ في حق مدربة واحدة واحدة متعالوا نتكلم ونقرأ عقوبة نقرأ عقوبة كهرباء ونعلق عليها الكهرباء عنده مشكلة طبعا وأنا عايز أحيي إدارة النادي الأهلي يعني لازم نديه من قناة الزمالك كمان أحيي إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب أنه قرر إيقاف كهرباء شهر عقوبة وتغريمه 200 ألف جنيه طيمور أنت نمت كنت عايز أقولك أن كهرباء عمل مشكلة لا لاحظة لاحظة فيه اتنين إعلاميين الوحدين اللي ما تكلموش عن كهرباء وأنا بنتهز الفرصة أنت يرأك في مشكلة كهرباء لا صح الله لا الموضوع مريب جدا إحنا فعلا إحنا بس اللي ما تكلمناش الموضوع كيف جاءت لك الجرأة والفكرة أن أنت تقف تقول أن الإعلام كان بيجامل النادي الأهلي وتكتم على موضوع كهرباء أنت متخالي تطرح أصلا ياريت الموضوع تطرح بشكل خبري ده بقى الموضوع بيتكلم في أن حصل كذا ده بقى 8 أيام على كده لا والجملة كمان اللي تقالت من كهرباء المسيماني يعني الإعلام بدأ ياخد كمان نصق إزاي أنت قدرت تعمل الفقرة دي وبأي منطق بس فعلا يا بخت اللي حكيته بتتصدق يمكن من قبل ما يحكيها بس